السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات والمريب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه واحد سيدة مغربية. كانت عيشة في تونس مبلوجة وساكنة مماية. عندها واحد البنت. سوف نسميها سارة. هذه العائلة التي كانت تقول من الأم المغربية والأب تونسي والبنيتة. كانوا عايشين في تونس كما قلنا. كانوا كعان يوم الفقر. عائلة ضعيفة من ناحية المادية والجتماعية. سارة التي ستكبر تدير 20 أو 22 عام. لا تبقى حامل هذه البضع التي يعيشها في الجتماعية. فقر وميزيريا وما إلى ذلك. ستقرر أنها تهاجر لفرنسا. ستقرر لفرنسا. كانت تبارك الله طويلة وشابة صحيحة وما إلى ذلك. كانت تخدم في مكان. ومشيت. ومشيت الفرنسا. علبت الخدمة. خدمة في قهوة. خدمة هنا. خدمة هنا. حتى تلقيت شابة. الزوجات به. الزوجات به. ريحة غير مطار. ولكل أسف الشديد. صار مرة واحد العام تقريبا. أو العام وشي حاجة. تتزواج. قد طلق. لا ربما هذك السيد. ماشي كيف توقعته. استقمشيه واذاك. طلقات منه. صار مولدات ما أولو. خرجات أو ثانية تقلب على الخدمة. خدمة هنا وهنا وهنا. اللي احتعى رفوعش الناس. لوح العائلة مغربية. هالعائلة مغربية كانت كنت تكون من الأب والأم. رجل الكبارين في العمر. وعندهم واحد البنت. البنت وحدة اللي عندهم. هالالبنت يلا هذو جات هذه السيد. الموهم. هالعائلة المغربية كانوا ناس دراوش. الله عمرها دار. وحلقوا ناس اللي مطيبين. وخلقوا ناس اللي بسليم. ولكن الناس متواضعين. وحد دارش اللي كبير بسيغ. صافي عجبها الحال صارق. بحقو انها شابة عربية. وقعت واحد الأسرة اللي هي مغربية. يعني تقريبا نفس طقافات. ما كنشو حال خسيلة فليو كبير بزيف. صافي عجبها الحال معهم. هادوك الناس كبارين كانوا هم اللي مكلفين بها. كانوا كيخلصوها. يعاملوه زوين. يحبطوها معهم المغرب من اللي كيجيب عطلاء. واحد المعاملة جيد طيبة. كانوا كيتعامل معها على أساس انها بنتهم. هادوك الناس عن عاملة منزلية. يعني خدا ما عندهم او ليش حاجة. مازيان. ولكن السف الجديد هادوك هذا ما غيرضوك. هادوك الراجل الكبير مع المرأة خالي يتوصعوه. قد يموت الراجل الولغة ومورها تبعو المرأة. كما قلنا كانوا من ماس كبارين في العمر. هادوك العاملة منزلية. وهنا قلت جائبها بها البنت. البنت اللي كما قلنا كانت يا الله مزوجة. البنت في هادوك الاتناء وولدات واحد الوليدات. ولدات واحد الوليد واحد الابنيتا هذه المرأة وراجلة هم المكلفين بالعامل المنزلية كان عدوهم واحد المشروع مشروع تماما في فرنسا والولدات كانوا يبقى معها تسارق في الدار كبراتهم ورباتهم ومعاوناتهم وتعطيهم الحنام وتعطيهم الدفء العاطفي بحال السيدة أمهم لدرجة أنها كانوا يعطيهم لها أماما بحالها أمهم الحقيقية مزيئا نحن أقول ضربات معاوهم مشهم نعم في الأول كانوا يخلطوا عجرتها الشارية ولكن واحد اللحظة هذه المرأة المغربية كانت المرأة المغربية مع رجلها ومعاوك يقول لسهارة شوفي انتدابة راكي مشيخ داما عندنا أو لعاملة منزلها وشيخ داما انت راكي واحدة من لائلة تيختنا وفعلا نس كانوا يتعاملوا معها على الأساس كانوا يجيبوها معاوهم المغرب في عطلة يشريبوها الحواج ومعاوهم لسيطوا الوالدها في تونس وشيباركت على الفلوس يعني مالله إن كانوا يتعاملوا اللي ما بعده تتعاملوا ولكن هما يقالوا ليشوفت انت خاسك تديري مستقبالك وخاسك تديري الاشتراكي لهذا احنا قد نجمع لك لحتاجه تديري وحد دار سوب هي تشريع هنا اولا لحتاجه للمغرب او لتونس وتشريع مع رأسك هذا الشي كي يبقى لك المهم تيخاسك تجمع كي يعطيها لا مش تقديم تصيف لوليدها تلشي حويجات تم الحويج وملكي شريعهم لها واكلها شعربة من أحسام خاصة تشي حاجة مزيين ضربات معهم تقريبا سبعتاشر عام سبعتاشر عام دي الخدمة تمة على هد نحو هذا مزيين هنا قلوا له واحد نهار شوفي تابحنا صافي هذا اللحن سوف نحبط المغرب بالسفة نهائية سوف نقوم بعمل المشروع وسوف نقطع علاقة نحن في فرنسا سوف يصفيوا فلوسهم كامل اللحن كان يحبطوا انت ماذا سوف يتبقى عند والديك في تونس سوف يتبقى هنا سوف يتبقى معنا هنا أعجب الحال قال صافي مدام الناس يجمعوا الفلوس من الأحسن أن يتبقى معهم المغرب و يتبقى علاقتين معهم بزيانة و نشري ثم واحد الدويرة و ندير ثانا على أرجع هذا الشيء اللي كان صافي قاتل و مانا قدير رجع معكم المغرب صافي لم تعد للفكرة و جاءتهم مزيانة في الانات وهم أصلا خاصوا من يخدمون في الدار و المهم هم مدامين و مشغولين جاءوا المغرب شرعوا واحد البقعهم و بنوههم ودعوا واحد المشروعهم و شاركهم شرعوا الطوام وبيل ناس يعني ناس اللي يباسلهم أصلا فيها قديروا صافي خطك دلاشت رجعي نحن نجمع لك هي البنت هذه اللي في نيتها أنها سوف يعطيها فلوسها تقلب هذا شيء دار شيء مهم شيء تشقها أو دار هي عارفة تحسب هي عارفة تتخلص تقريبا 17 عام وتقريبا 1-18 عام وهي لا تشد غير واكلة شهربان أحسى بغاية الفلوس تساعدها عند وليديها يعني كتعاون وسبب الله كانت شلي كاين فقط كدك تقلب لشي دار قلبت فيها لني تلقعت واحد الدار مو يمع لذك شلي حاسبك قالت رغضي تقضني الفلوس جيت عند المرأة ممول الدار قلت لها فلانا رأني بغيت ذاك الباركة صافة لقيت واحد دويرة ورغضي نشرها ورعجباتني وتعامت معمولها وكذا 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 قلت لي شوفي أدب أنت ونعسى وواكلة شعربة أنت يباركة معانا ما خاص كتشي حاجة المهم فلوسك تو كان نجمع لك ونكملو لك هناك تصدمات المرأة يعني الخدامة عندك العاملة منزلية تونسية تصدمات كيف هاش يكتوب ونكتولي وحنا باقين في فرنسا أني نجمع لك فلوس أنت وراجل وكذا هيا وش حنا نكرناك فلوسك عنا وعنا حاسبينها ولكن شوفي غير صبرية شوية غير صبرية شوية أنا يلا جيناه يلا كن أسوف هذا المشروع وباقي القادية شوية مزيرة ونشوفي شوفي غير صبرية شوية وانتي دفع ما خاصك بشي خير هانتي باركة معنا شكون جرالك هانتي خدامة واكلة شاربعة نعتا كان عاملك وحل وحلها من العائلة ديالنا ما خاصك بشي حاجة قلت ليراني ما قلت بشي حاجة ولكن انت انا على حسب هدراتك انتي تاني خاصة ندير مستقبل ديالي ندير الدار ديالي تاني وش نبقى خدامة عنكم حياتي كاملة ندير شي مشيري ديالي تاني ندير شي ماحال شي حاجة المهم اعطيوني هذه باركة ديالي خليوني نمشي من الصقر واخده بما عندنا عشان المهم غير ان شاء الله صافي تتبالك شي دار اخر وصافي هذا المهم هدى الساعة ديال القادية شوية ايانا هذا ما فهم ما تقوله كتدوز واحد مدعوتين كتقوله اليوم نفس الجاوب انتي ما خاصك تشي حاجة صافي واحد اللحظة حض اللحظة حضرات مع الراجل الراجل كذا تعب ربح الخوة تقريب انترش همنع وما يضعروا معه نفس الجاوب تقولها غير صبري وانتي شنو مقلقك هنا اياه وانترى بحال وحده من وانترى كيف حال اختي وكذا وكذا والولاد تكبرتهم اعتقد شوف المهم ما فهمت تشي حاجة ممكنش الناس يلعبوا فلوس فلوس حاجة موغوش عطاهم نرز غير ممكنش هم تكبروا كرشهم اللحظة مازي يعني هي هنا بين وقابسين رافت ارساكبات الخطأ لانهم من اللي كانوا يجيوا من فرانسا المغرب كان تم ثم تزيرهم ثم تقول لهم يا اما فلوسي يا اما غندعيكم هذه الساعة اوبلاجي منهم غد يعطيها فلوسها اما خليتهم اللي احتجابهم فرانسا يعني الحق ديرها ضاعي بطريقة وباخرى سافي اليوم غدا اليوم غدا السيدة فيما كتدوي معهم على رزقها وعلى فلوسها وعلى السنوات اللي كنتها معهم بدون ادنى راتيب شهري يعطيها ما تياكل وما تشرب وتنعس ومرا مرا تدور معها هاتش اللي كنت انا قتلي المصافي غد تعطيوني فلوسي وإلا غنشي لكم عند البوليس ونشوهكم وكذا 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 وانت انا اخدا ما عندكم شهمنا وانتو من كارسوني وانتشفروني هاتش مرا عادت خلقات شوية قاديات صال البوليس ومقاوسين وجيني وما تشنو شوه هنا جبت واحد ثلاثة المليون وعطيتها لها قتلي شوفي هكي قديبة ثلاثة المليون وان شاء الله فيما تكون عندي شهاجة غدين زيتها لك ولكن فلوسك راح عندي كوني هانية شدات هذه ثلاثة المليون شو داس واحد المدعو ثاني قتليها نفس القادية قتليها عطينيها للفلوسي رانيبين شريد الدويرة ديالي ويندير محال ثلاثة المليون دياليش هانية شنو قتليها؟ قتليها هاتي ثلاثة المليون هي حقك اذا انتيش حامل عامنتي كنتي واكلة شاربة لابسة بويتيش شي حاجة كانت حافظة عند وليديك يعني كانت حافظة ليهم فلوس شنو؟ ما كتتساليني هاتيش حاجة في الصراحة مهم دكشي ديالك راخديتي هاتي ثلاثة المليون رغي عطيتها لك انا من عندي هانا تصدمات المرأة غوتات معها جراج لقيل نفس الحضرها ما عارفات ما تدير قلت لاغمشي عن البوليس قلت لها سيري فوتهم سيري ايش نو غير بوليس سيري عنهم سيري انا حقك رعطيت لك ثلاثة المليون رعني عطيتها لك ما عندي ش ما عطك عب ساني ما عندي والواني هانا بقعتها كتشوف صافي هنا يديك العاملة المنزلية التونسية بقعتك تفكر في الانتقام طبيل الحال اي واحدة قد ديالي بحلماك قد يفكر في الانتقام هانا هي ناكراها فلوسها باش تعرفوا حتى نقود عند شينيس ناكراها فلوسها وفي نفس الوقت تتخلى غير بوحدة في الدار وفي الدار حطها الدهب بكميات كبيرة حطها فلوسها وحطها بزيف سعى المكسرين الشخصية وديرها فيها الثيقة اولادها باقين يقرأوا كل ما يقرأ مواله يأتي و يخرجوا ودير فيهم الثيقة يلي خاصة عليهم مثلا دير فيها الثيقة ما بعدها الثيقة لان هذا الرجل مع المرأة يخرجوا يقابلوا الشركة اديهم والدار تبقى غير خاوية الولاد تبقى غير عاملة منزلية وحنارة كيف حدث؟ خلت المرأة التي تخرجت والراجل سوى خارج لم يكن تشكوا في الدار ومشأت لبيت الناس حلات المالية جبتها تضيبات جبتها تضيباتها و جبتها الفلوس هنا تكتشفة القادية تكتشفة أن المرأة أرجعت أرجعت على الغفلة لا ربما نسيتش وراقد وشركة أعتدخلات هنا تصدمات ومع السيدة مجريمة تونسية بحل ما عرفت ما تدير درجات غير ورا المالية وثماء يتم بيت الناس يتم بيت الناس الآن السيدة دخلت وعايت على خدامة لم يكن تجاوبها يتنسى بأن المالية محلول جاءت لقد أردت لها هذا الدهب و هذا الفلوس قالت له ماذا شيء؟ قالت له هذا حقي هذا الحقيقي لا أعطيتني حامل المهم سأخذه تشدت تشدت وكانت تونسية مرأة قوية شدت لها المرأة وتخبط لها رأسها مع ماري والطاف 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 نحن أن أصبح أخذت وكانت تشدت وكانت أخذت سعيد خرجت وكانت تشدت وكانت تشدت قد تشدت قد تشدت وكانت تشدت لأن المجمع الساكاني كما تشدت وكانت فيهم الدم موذيك الميكا عامره مشي حوي شعو الدم يعني باينش حاجة دارتها مشي ايها دي شوف المرأة دخلت طمويل اليالها وباكي عرفها خدامها عن ذوك الناس صافي هو شده ليه مالكي قلت له والو والو غادة في حالتها هو زيارة بغادت تغلب علي لأنها مرأة قوية بصحرها لانا كانت تباك الله واحد وعيت له واحد لساس صاحبه جاءوا شدوها صافي عيطوا البوليس جاءوا البوليس جاء الراجل دخلوا الدار لقوا المرأة مقتولة في بيت الناس وهو يخلون الذهب والفلوس ماذا يعني تقدمت العدالة قالت البوليس وقالت في الحقيقات بأنه مكانش ناويس قتلها وإنما دي القتل جاء غير عن غير قصد وإنما السيدة نكراتها فلوسها وبغادت تاخد حق بالدهن يعني تاخدك فلوس وتاخدك الدهيبات وتمشي تغرب هاتش اللي كانت ناوي تدير لتفاجئ بأن المرأة مرادة دخلت عليها على غفلة تشادت يوياها وستفزتها أنها شدت المشعر وبغادت تحييي للك الميكة صحالة وبغادت تعطي عليها والدارو والدابتو لحتى قتل عتابة ذلك الطريقة ومزيان مرأة المحاكمة للسيداق التونسية تحكمت بالمؤباد هذه النهاية للحلقة اليوم نتمنى أنها تنال الريضة لكم والله يرحم لكم الوالدين على حسن إصغار المتابعة ودومتم أفيا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا